ما كان يراد منه كف يد صار كفاً صفع الخد السياسي بفرعيه النيابي والوزري وعلمت أصابع القاضي نسيب إليا على الوجنات السياسية بضربة استئناف جزائية قررت رد طلبات النواب شكلاً لعدم الاختصاص قرار إليا الذي لم يلعب على وتريء ضاعة الوقت صاغه بحصانة نسائية شكلتها المستشارتان مريم شمس الدين وروزين حجيلي وهذه الأسماء القضائية المحصنة بالعدل سيكون ذكرها للتاريخ لكونها انتصرت للحق في زمن أبلسة القضاء وسجلت أن لكل إبليس نسيب وبالحكم الصادر عاد القاضي طارق البطار إلى مزاولة المهنة بعد أن وفرت محكمة الاستئناف مهلة الأيام الفاصلة عن بدء الدورة العادية لمجلس النواب وحتى تاريخ الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول فإن لقاضي التحقيق العدلي صلاحيات تتحرر من قبضة الحصانة النيابية لتضرب عمق مجلس النترات ووفقا لمعلومات الجديد فإن البطار سيحدد جلسات استجواب بتواريخ جديدة للنواب ورئيس الحكومة بعد أن تزامنت تواريخ جلسات الاستجواب السابقة وفترة توقف قاضي تحقيق عن العمل نظرا إلى طلب كف اليد وقد ارتفعت يد أهالي الشهداء تصفيقا للقرار المنصف لكن أحياء الشهر الرابع عشر على الانفجار حل هذه المرة رافضا أي محاولة تسييس وفرض أجندات وانطلق الصوت عاليا لرفض المظلات السياسية والمذهبية لأي كان مع تأكيد أن الأهالي ليتهم إلا من يتهم قضائيا ومع استئناف عمل البطار بدءا من الغد فإن الرجل يواجه عنابر يمتد زمنها إلى السفينة روسوس التي رست في بيروت وكذلك إلى سفن أخرى إحدها أيضا عام 2014 وقد درست في مرفأ طرابلوس قبل أن تختفي حمولتها البالغة ألفا وستة أطنان من نترات الأمونيوم وتعيد الجديد الكشف عن هذه الحمولة بعد أن وثقتها في برنامج بابور الموت للزبيل فراس حطوم وزودت قاضي التحقيق بمواده الاستقصائية بناء على طلبه وهذه النترات التي كان يراد إعادة تصديرها أدخلت إلى لبنان على دفعات فهل يتحرك القضاء لمعرفة أين ذهبت هذه الأطنان؟ وهل لها علاقة بنيترات بعلبك أو نترات المرفأ؟ سؤال مكرر معجل إلى القضاء الذي سيكون أمام توضيح حقائق الترابط بين الزوايا المتفجرة وبالعجلة الاقتصادية والمالية وقبل هبوب دفعات من وزراء خارجية ألمانيا وقبرص وإيران وآخرين إلى بيروت سرع لبنان الخطى نحو صندوق النقد الدولي الذي راسله خطيا رئيس الحكومة نجيب نيقاتي طالبا إليه العون المالي وتزامنا بدأت وزارة المال اجتماعات تمهيدية بالصندوق وسجلت اجتماعات على تطبيق الزوم تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوبة الإصلاح فيها وقالت مصادر الجديد إذا سارت الأمور كما هي عليه فيرجح أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام وعلى توقيت تفعيل الصندوق بدأ الموفد الفرنسي بير دوكان لقاءاته في بيروت من وزارة الأشغال حيث اجتمع بالوزير علي حمي لبحث موضوع الإصلاحات فيما حط وزير الطاقة وليد فياط في مصر لمتابعة الإجراءات الخاصة بوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا كل هذه العجلة لا شيء ملموسا منها ولم يعثر لبنان على خبر واحد يسر القلب سوى جائزة نوبل في الطب التي كان للبنان حصة فيها بفوز العالم الأمريكي من أصل لبناني أردن باتابوتيان بالجائزة أو بجائزة نوبل للطب عن اكتشافه في مجال الحرارة واللمس الذي يمهد الطريق لجيل جديد من المسكنات وإلى ذلك الحين فإن المسكنات اللبنانية ستكون عبر الوخز بالإبر الانتخابية وإطلاق ميادين المنافسة التي ستطيح الإصلاح والمصلحين ولا يبدو أن حائلا سيقف أمام تعطيل هذا الاستحقاق النيابي الجارف الذي تقع عيون الدنيا عليه من دول غربية وأوروبية لم تعتفق بالحكم والحكومة أما العالم الافتراضي الرقمي ولغة التواصل فقد أوقفت الدنيا عن الدوران منذ قليل وتعطلت لغة الكلام على الواتساب والفيسبوك والإنستغرام وأعلن القيمون على هذه التطبيقات أنهم يواجهون عطلا ويعملون لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ومن هنا نبدأ